ارتفاع اليوم لأسعار النفط وهذا بشكل واضح جدا أيضا يدعم أسهم شركات النفط والغاز وشركات الطاقة بشكل عام في المنطقة الأوروبية للارتفاع فهناك تفاعل مع الأوضاع الجيوسياسية ولكن على ما يبدو هذا التفاعل يدعم بعض الأسهم في هذه القطاعات فمثلا هنا في بريطانيا قطاع النفط والغاز لأسهم في هذا القطاع ترتفع بحوالي 2.5% وتدفع الفتسي للارتفاع بوضوح اليوم الأخبار الصينية أيضا لا تزال الأسواق الأوروبية تتفاعل معها لأن القطاع التعدين أيضا يرتفع أسعار النحاس مرتفعة اليوم وبالتالي هذا أيضا دعم إلى حد كبير شركات تنجيم في بريطانيا بشكل خاص ولكن أيضا في المنطقة الأوروبية بشكل عام إذن نظرنا إلى باقي أوروبا نحن نتحدث عن ارتفاع عالي جدا لقطاع الطاقة الأوروبي 17% المكاسب لهذا المؤشر الطاقة في الأسواق الأوروبية أيضا شركات الدفاع ترتفع اليوم في أوروبا شهدنا مكاسب لأسهم الدفاع الأمريكية سواء كان لوكيد مارتن أو نورثروب غرومن ليلة أمس في الولايات المتحدة اليوم نتابع مكاسب لشركات مثل بي اي سيستمز هنا في بريطانيا شركة راين ماتال في السوق الألماني فقطاع الدفاع أيضا يستفيد وقطاع الموارد الأساسية فمحركات واضحة جدا في السوق اليوم وفي غياب بيانات اقتصادية رئيسية لدينا بعض البيانات حول البطالة في المنطقة الأوروبية سيظل التركيز فعليا على الأوضاع الجيوسياسية وطبعا أيضا لدينا القصة الأخرى هي الإضراب الذي دخل في يومه الثاني في الموانئ الأمريكية اشتركوا في القناة